قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدينا أهم معناوين أخبار اليوم عريضة دولية لإعادة زياش للمنتخب وطارد خليل زيتش الملك محمد السادس يرسل برقية عاجلة إلى ملك إسبانيا فيليبي السادس والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار أطلق عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعية عريضة دولية لجمع التوقيعات للضغط على الجامعات الملكية المغربية لكرة القدامة من أجل إعادة الدولة المغربي حكم زياش إلى صفوف المنتخب الوطنية وذلك بعد أن أعلن اعتزاله الدولية وقدم مطلقه العريضة وفق موقع أشكاين بعض الأسباب التي يرون أن من شأنها إعادة زياش إلى المنتخب حيث أشار إلى أن زياش لعب مع المنتخب المغربي العديد من المبارية الرسمية والوذية وذلك بعد أن فضل عدم تمثيل المنتخب الهولندية حيث اختار بلده الأم المغرب بكل افتخار وتحدي لكل الهتافات العنصرية والضغوطات التي مورست عليها والسهم بشكل كبير في انتصارات المغرب ووضحت العريضة التي أطلقها نشطاء من المجموعة الفيسبوكية كورتنا أنه لسوء حض زياش استضمت رابط الجامحة بمدرب ذي عقلية متحجرة والذي قام بإبعاد حكيم عن المنتخب الوطنية المغربية خلال نهائية كأس أفريقية للأمم التي أقيمت مؤخرا بالكاميرون بل تطول هذا المدرب العنيد على حكيمه على المغرب ككولا بتخوينه والتنقص من مستواها وقد التشكيك في وطنيتها الشيء الذي دفع الزياش إلى إعلان اعتزاله دوليا مما يعني أن المغرب سيخسر إحدى جواهره الكوروية في الاستحقاقة القادمة وأهمها كأس العالم قطر 2022 وإلى ذلك طالب أصحاب العريض كل من وزارة الرياضة وجامعة كورة القدم بالتدخل العاجل من أجل رأب هذا الصدع وإعادة الأمور إلى نصابها بإقناع حكيم بالعودة مع العمل على تسريح المدرب خليل زيتش مشدد على أن هذا الأخير سيزيد من تأزم وضعية المنتخب الداخلية بعد صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعاطف إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس عاهلة المملكة الإسبانية وذلك على إطر إصابته بفيروس كورونا ومما جاء في هذه البرقية لقد علمت ببلغ التأثر والانشغال بنبأ إصابتكم بفيروس كوفيد 19 وإنني أضع أعرب لجلالتكم عن كامل تعاطفي معكم لأرجو لكم الشفاء العجل والسعادتكم لكامل صحتكم وعافيتكم وأضف جلالة الملك وتفضل صاحب الجلالة وصديق الكبير بقبول أطيب تحياته مشفوعة بأسماء عبارة مودته وتقديره